هذا وقد اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيب الرشد الزياني وزير الخارجية في جنيب مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ومفوضية حقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعراض ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة شملت العديد من المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك ومن بينها حماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم الجهود الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم